ابدأ من اليوم حياة أقل قلقاً وأكثر إيماناً لا ترضى بحلول وسط وإعمل بإتقان أقل ثرثرة ومزيد من الاحترام أقل تفاخر وأكثر تواضع أقل انشغالاً مزيد من الانتاجية وأقل تفكير بالماضي وعيش بالحاضر تحدث أقل واستمع أكثر أقل كره ومزيد من الهب اللي بدي أحكي لك إياه أني مش لازم أعرفك لحتى أتمنى لك تعيش سعيد واليوم بدي أحكي لك معلومة بسيطة في بعض الثقافات بيعتبروا أن الطائر الأزرق يرمز للسعادة وبس حبيتي أني أنا أتمنى لك أن حياتك تكون مليئة بالطيور اللي لونها أزرق بدي منك تعمل لشخص منشن وتحكيله كلمة بتمنى لك سعادة تبدأ ولا تنتهي وقلوب زرق وبس اشتركوا في القناة